فأحمد بن حنبل في كتابه فضائل الصحابة يروي هذه الرواية برقم 378 يقول حدثنا عبد الله قال حدثني أبي الذي هو أحمد بن حنبل حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافع مولى عبد الله بن عمر يقول أصاب الناس فتحا بالشام راحوا غزوا وفتحوا بلادا فالفتح في غناء صحيح فيهم بلال أولا الناس المجاهدين كان فيهم بلال وأظنه ذكر معاذ بن جبل أنه كان أيضا معهم فكتبوا إلى عمر بن الخطاب إن هذا الفيء الذي أصبنا لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد فيه شيء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بحنين هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم الغنائم خمسة أقسام خمسها يذهب للدولة الإسلامية وأربعة منها يذهب ليوزع على المقاتلي فكتب عمر شوفوا منتهى الوقاحة هنا يخالف سنة المصطفى صلى الله عليه وآله فكتب عمر إنه ليس على ما قلتم ولكني أقفها للمسلمين أجعلها وقفا على المسلمين فراجعوه الكتاب وراجعهم يعني صار مثل ما نقول كتابنا وكتابكم يعني يتراجعون فيما بينهم هذول مصرين على رأيهم وهو مصر على رأيه يأبون ويأبى فلما أبوا قام عمر فدعى عليهم يعني يطلع عمر رافضي يدعى على الصحابة مثلا شلون يجوز الدعاء على الصحابة أنتم تقولون لا يجوز لابد من الدعاء للصحابة هنا يقول عمر قام فعلى فعلنا يدعى على الصحابة اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا شنجا يسوي فلما أبوا قام عمر فدعى عليهم فقال اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال يقول العلاقات جدا متشنجة فيما بينهما إلى حد أن عمر كان يعتبر بلالا شوكة في بلعومه فلذلك يدعو عليه وعلى أصحابه اللهم اكفني بلالا وأصحاب بلال زين هذه الدعوة العمرية لابد أتباعه يجعلونها شنو بقول الله أخوان المصريين ما تخرش المية ما الشكل لازم يضيفون إليها تحققا على أرض الواقع تنظروا ماذا قالوا قالوا فَمَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهِمْ مَا مَرَّتْ سَنَةَ حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا رضي الله عنهم المدعو عليهم رضي الله عنهم ماتوا بدعوة عمر دعا عليهم بالهلاك وماتوا رضي الله عنهم سيدنا دعا على سيدنا سيدنا رضي الله عنه دعا على سيدنا رضي الله عنه رضي الله عن الجميع وسيدنا باع الخمر رضي الله عنه فدعا عليه سيدنا رضي الله عنه وقال قاتل الله فلانا مهشكل وغاب عن سيدنا رضي الله عنه أن سيدنا رضي الله عنه باع عصير أو خل عرفتش شون وكذا يعني وسيدنا كم باع أصنام صار تجارة الأصنام تجارة الخمور تجارة الخنازير في بلاد الإسلام كلهم سادتنا بعد واسمع واسكت وقل رضي الله عنهم وأرضاهم أريح بالك